الشيخ انا دخلت كتبت على العم جوجل وكتبت المرض الخمسيني ولم اجد شيء اسمه مرض الخمسيني ويبقى كده الشيخ الزغبي اسقط من عليه المصدقية او ما بقاش صادق امام المشاهدين لكن الشيخ الزغبي جاب له موقع مسيحي لان هو دخل على النت فالشيخ الزغبي جاب له موقع من على النت موقع الان بتاتلى هو بيتكلم عن الخمسينية وبيقول ان هو مرض دي نقطة تانية النقطة التالتة قال ان مفيش كلمة فرج في الكتاب المقدس الشيخ الزغبي جاب هالو طبعا احنا بنكتب ورا الشيخ الزغبي كل شيء فهو جاب هالو صفر اشعية ستة وتلاتين ثلاثة ترجمة الكاثوليك انت متابع استاذ معنا كل الحلقات نعم انت متابع معنا كل الحلقات اه اكيد طبعا لاب نشكرك استاذ معاز جزاكم له خيرا جزاكم ناخرل استاذ معاز بنشكرك على هذا اتصال استاذ محمد معنا كمان واضح ان البرنامج عمل تثقيف للمشاهدين استاذ أشرف انا بيجي لي وسائل من المانيا ومن تونس ومن مغرب وجميع الدول بيطلبوا الشيخ الزغبي اللي هو كمى ان شاء الله في الحلقات لان دلوقتي المسلم لما بحد فعلا ان محد يقول له قده على ابونا الزكبي يقول له إيه قد على أبونا الزغبي خلاص بقى يعني قد على أبونا الزغبي إحنا طبعا زي ما نفسرين بيقول أن إحنا عندنا رسالة كثيرة جدا على فيسبوك يعني هنحاول بقدر إمكاني ناخد يعني بعض الرسالة بجلنا معنا رسالة من أبو أميرة السلام عليكم جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج ونسألكم بالله ألا توقفوه ألا يستحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة صلى الله برنامج للدفاع عن عرضه وسنته يذع مرة كل أسبوع ومهما كانت الضغوط التي عليكم فنحن نعلم أن رسول صلى الله عليه وسلم أحب إليكم من أنفسكم وأمواليكم فلتحتملوا في سبيل محباته ما قد يصيبكم والله تعالى يثبتكم إن شاء الله بسألة رائعة بتدل على ما يجب علينا أن نفعله بالضبط أيضا عندنا رسالة ثانية مهمة أيضا محمود بسيوني استمر يا شيخ سدد الله خطاك فوالله كلماتك بفضل الله تهز المشاعر والقلوب ونطلب ومن القناة زيادة وقت البرنامج نرجوكم صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم نعدك إن شاء الله لو ظروف الشيخ وصحيته تستحمل أن احنا نعمل البرنامج يومي لو يقدر يتابع معنا البرنامج بشكل يومي أو مرتين في الأسبوع بس كده كمش أشتغل احنا زكريسي ما قلناش المفاجأة بتاعتنا اللي احنا ما قلناش بسا ما قلناش لا احنا معنا دستاذ معاز ثاني لو معاز ثاني احنا كنا ممكن نكتفي بس تحت أمرك السلام السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم الله وبركاته ما عنيش الاتصال فصل لا تحت أمرك سمعاز احنا احنا كنا شكرناك الحقيقة علشان بس احنا ندو فرصة لبيت المشاهدين يتفضل هو باختصار إن الشيك الزغبي أثبت بكل جدارة إنه هو قادر على الرد ومش قادر مش مسألة قادر هو فعل الرد وزكريا بطرس مبارح واحد بيقوله انت ليه مش بترد على الشيخ الزغبي بيقوله مش عارف الشيخ الزغبي ايه تب ما ترد عليه اثبت التلام اللي انت بتقوله الكلام المرسل ما روش لازمة فالشيخ الزغبي تتلم بالدليل من الكتاب المقدس من التفاسير من كل شيء ممكن زكريا بطرس يكون مؤمن بي ويكون عارف بيه ده كل اللي عندي وجزاكم الله كل خير شكرا يا عز وربنا ان شاء الله يرجع الشيخ الزغبي بألف التلام شكرا يا عز معنا رسالة برضو كمان من ياسمينة بتقول السلام عليكم البرنامج قوي جدا وسعداء بالرد على بطرس ونتمنى استمرار البرنامج للرد على الكاذب والتدليس وجزاكم الله خيرا كما رسالة من امت الله هذا البرنامج يعتبر حائط صد ومن يعمل عليه هم حراس حدود فلابد من وجود هذا الحائط ولابد من وجود هؤلاء الحراس وجزا الله قناة الخليجية عنا خير الجزاء الله معكم يستدد خطاكم نقف عند شوية تعقبات من عند حضرتك ديت احنا بنقرأ شوية حاجات لكن بتأكيد ما لديك اكثر فيما تعلق بمتابعتك سيد محمد للمواقع وايضا الصحف عبر المواقع وحتى الصحف المضوعة بالنسبة لزاهية زكاية بوتو زي ما تكلمنا وبالنسبة لأضواء الصدواء اول ما بدأ برنامج أضواء الصدواء الناس فعلا تبنت الموضوع ان الناس كانت فرحونا ان الحلقة مستمرة يعني مش حلقة كل كم شاهر نعمل حلقة وخلاص يتمينا وضينا لأ كان اول برنامج منظم يرد على افتراءات زكاية بوتو يتبنى الشيخ محمد الزغبي فده في حد ذاته كان عامل عن الاخوة في برنامج البالتوك تحديدا اللي هو كان برده بيرد على زكاية بوتو لأن زكاية بوتو عنده غفة على البالتوك وبالحمد لله الاخوة داتي في مثلا الاسلام النصاري يتسألون عن الاسلام غفة أخونا محمد الصباغ بيرده على طول على اي افتراء فالناس بدأ من زمان قوي بس طبعا الوجهة الاعلامية لما يكون فيه ناس بتخشينهم تفجون حد البيت غير لما يكون حاجة عن الانترنت مثلا فالناس كانت مبسوطة أن الشيخ محمد الزغبي هو لا هيود لأن كان فيه حاصل قبل كده أن أحد المؤجرين في قناة الحياة جاب تسجيل كده يعني أنا مش عارف تسجيل حتى مش عارفين يعملوا حاجة منتاجة عندهم زي موضوع كده وحيد مركب أصوات على بعضيها وعايز يبين الشيخ محمد اللي هو مش عايز ينازل زي كابوتوس جات لك الفرصة دلوقتي أن انت هل فيه حد يقدر في قناتك أو زي كابوتوس لما يحط جنبه منيون واحد كده على شكلته ينازلوا الشيخ محمد الزغبي في الموضوع ده يرد على الشيخ محمد الزغبي فالوجود الأفعال حتى في الغرفة الإسلامية الحمد لله في وجود أفعال قويسة جدا والعلم أن الغرفة الإسلامية دي مش من مكان واحد من جميع الحال العالم بيخشوا في وقته معين مثلا بيتفرجوا على الحلقة أنا واصلت دلوقتي أن مثلا الغرفة اللي بتزيق دلوقتي الغرفة نصرية يسألوننا عن الإسلام دلوقتي الناس مبسوطة وعملت تحط يعني ردود والناس فرحانة وبتقبر لأن الموضوع فعلا كان محتاج وقفة ذلك إحنا كنا مستهين شوية باللي بيقوله زكري لا إحنا دلوقتي يا زكري عندنا برنامج بنود عليك فيه افترات إنت بقى هتقدر تسد هتقدر ترد على أبونا الزغبي دي الفكرة أو أبونا الزغبي دي الفكرة يعني فكرة حتى المقالة اللي قالها الأستاذ كتبها أخونا خايد المصري النغمة النغمة دلت المنتجفة اللي هي قمص اسمع أبو الزيك هي لفظ من ألفاظ اللي قالت أو يعني جامل الشيخ محمد الزغبي قال أنا بدلع زكري أبو الزيك ففعلا الناس بدأت مبسوطة أن الزكري بوتوس نفسه كانوا متوقعين عداقوا في startup كان مفروض يا يبون محسن أحمنا الزيكري بوتوس كان مفروض كان مفروض وقلنا أحنا مستنيم زكري بوتوس كان عادة نفس الكوفش في نفس البيت مستني زكري بوتوس يوض جالوا تليفون وضّ على الشيخ الزغبي لا الشيخ الزغبي بدأ ييجب وأنا بحب يوض على الكذابيكم يا جناب الكوموس ده المبرر هو مش هرد على زكري بوتروس مش هرد على الشيخ الزوبي علشان بيتاهي من الشيخ الزوبي بالكاذب ومعكبش الكاذبين الفاتك أبقى في كده إبري وحمد دلوقتي لو واحد بيجذب مش المفهود أمان علميا انت تبين للناس ان هو بيجذب ده انت كده ده كده خلاص كده يعني جاب أخه زي ما قوله كده زكري بوتروس جاب اللي عنده هو فلس ده إفلاس تام إفلاس تام هيود عليه أسلا هيود عليه كلمة بوستانتي جبنا له أنا خاف يعطس نجبله لعطس يعني هو كلمة قالها كلمة فرج اللي كانت ملقاه جبناه له الشتائم جبناه له إيه تاني يعني لو زكري بوتروس يعني عمل أي حق هيتطلعها له من كتابه من كتب العلماء بتوعه يعني يعني موضوع الحبة البركة والحبة البركة دي اكتشفنا ان هي فعلا يعني بتدي متين في الماء مناعة على الجسم الإنسان فده هي بنعمل أي رماض ففعلا ده كله دواء فدواء لكله ده فالفكرة هدوقتي الزكري بوتروس فين طيب الناس اللي بتساعد زكري بوتروس الزكري بوتروس ده انكشف بالنسبة له هلأتطلعه واحد تاني وتسحبه من تحتي البساط ولا هتديله بقى مددات تانية ولا هيطلب هو مثلا في الديل الجديد في تعديل العقل لا يطلب بقى خنة زيادة ولا ايه ففكرة هدفعلا زكري بوتروس دلوقتي بقى مكشوف طيب نقول تاني ان زكري بوتروس طريقة في حلقة مبارح وقال انا مش هرد تاني على الشيخ الزغبي علشان الشيخ الزغبي من وجهة نظره بيجذب فهم مش هرد على كذبين واحنا نشوف منك هو دي كانت المفاجأة اللي احنا كنا نسابينها لحضراتكم مشاهديننا ان احنا زكري بوتروس حتى المشاهدين اللي بيبعتونا رسالة دلوقتي وجه تسأله هو زكري بوتروس بيطلع في قناة ايه احنا ما كناش نحب نعمل دعاية بس احنا كنا بنجيب منها في الحلقات الماضية المقطوعات او اجزاء بيطلع في قناة اسمها قناة الحياة المسيحية طبعا مش الحياة المصرية بتاعتنا اللي بتطلع قناة وقناة عامة وقناة قناة دراما قناة تابعة المواصمة تنصرية دي قناة اسمها الحياة بتبث من قبرص على القمر الصناعي الاوروبي الهودبيرد واحنا ولا لها معد ولا لها مخج ولا لها اي حاجة يدخل بالنمج عضو ده شأنهم مش مشكلة ده مش مشكلة لكن هو يعني احنا برضو هدفنا من الان احنا عايزين الناس يتابع علشان يعني يعني لابد من الاهتمام بشأن المسلمين ومهتم بما يجري المسلمين يعني كلنا فاكرين سيدنا عمر لما كان يعني خليفة المسلمين وقفر مدينة المنورة وكان يبقى حزين وزعلان ويقول لو ان دابة في العراق تعثرت سؤلنا عمر ففكرة أنه احنا يبقى مسلمين وسكتين وأي حاجة بتحصل مثلا في الشيشان أو حاجة بتحصل في السودان أو حاجة بتحصل في موريتانيا أو حاجة بتحصل في أمريكا ولا في قبرص ولا في فرنسا ولا في أي دولة واحنا يعني الدنيا ماشية والأهل الزمالك بلعابه والدنيا جميلة يعني كل حاجة جميلة والأهل الزمالك عملوا مطش حلو زي ما بيقوله وإحنا تفرجنا لكن كمان نهتم بشأن المسلمين من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه طبعا القضية واضحة وصريحة وإحنا هنا مش نهتم بأمر المسلمين ده إحنا نهتم بأمر نبي المسلمين صلى الله عليه وسلم يعني نبي المسلمين بيتشتم وبيتسب وبيقال عليه كلام أقل ما يجب أنه هو يعني أو أقل ما يقال أنه كلام حقير من أشخاص غير مسؤولين فإحنا لازم نهتم بهذا الأمر جدا الاهتمام معانا رسال كتير ومعانا اتصالة كتير يا سيد محمد لكن احنا كنا وعدنا المشاهدين في اكثر من حلقة وطبعا الشيخ الزوبي يجبنا الحلقات القادمة كنا عندنا يعني ما بننساش عشان ما يقولوش ان احنا بنهرب احنا كان هو اتكلم على ان بيتساءل وبيتهكم كيف تزوج محمد بمريه القبطية في حلقة خاصة بزوجتنا بي صلى الله عليه وسلم واتكلم على موضوع سيدة زينب بانتجاحش فاحنا في حاجات احنا عارفين واتكلم طبعا هو كمان على موضوع تعدد القراءات في القرآن الكريم وتمحنا لو في انا جيل متعددة ما انت عندك قراءات متعددة للقرآن